أهمية الوكالة الأفريقية للأدوية أو المنظمة الأفريقية للأدوية إنها بتوحد القوانين والتشريعات الخاصة بتداول الأدوية وتسجيلها وتسعيرها وتمكين الحكومات والقطاع الصحي في الدول من التصنيع والاستثمار في الأدوية وده طبعا بعد مرور العالم بجائحة الكورونا وده كده اكتشفت الدول وبذات الدول الأفريقية أهمية إنها تكون عندها قدراتها التصنيعية والتشريعية لتبادل الأدوية واللقاحات فهنا جي دور الأمة الحقيقة إحنا مرحبين جدا بانضمام مصر لهذه الاتفاقية مصر هتشتغل من خلال الأمة على إنها تكون صرح كبير جدا يخدم الشعوب الأفريقية الإرادة السياسية في مصر والقيادة السياسية بتدعم هذه المنظمة وإن شاء الله على القريب في القمة الأفريقية القادمة يتم إقرار هذه الوكالة من القادة الأفارقة بإذن الله تاني أنا برحب بدكتور ميشيل سيديبي وخلفيته الكبيرة في إن هو كان بيشتغل على مدى عشر سنوات كان رئيس اليو إن إيدز وهي أحد المنظمات التابعة للأمم المتحدة عنده خبرة كبيرة جدا وكان وزير صحة مالي في وقت سابق خبرته وإيمانه بدور الشعب الأفريقية في تطوير أنفسها وكونوا مبعوث لهذه الاتفاقية إحنا الحقيقة نجد أن دي فرصة كبيرة جدا شخصية عظيمة زي الدكتور ميشيل داعم لهذه الاتفاقية فإحنا بنشكره بنيابة عن الشعب المصري ونرحب به في بلده الثاني وإن شاء الله دكتور ميشيل يقدر يقود هذه الاتفاقية لترى النور إن شاء الله في شهر فبراير القادم من خلال تبني القادة الأفرقى لهذه الاتفاقية